على ما يراهن المتفائل بالتغيير في العراق من داخل العملية السياسية إذا كانت العلة في بيئة النظام وهيكليته ومساره قبل أن تكون العلة بشخصه وما يطرأ حاليا من صراع شديد أفرزته الانتخابات الأخيرة بين القوى النافذة يفضح حالة التخبط في منظومة إن تغيرت فبسقوطها كليا وإلا فإن أي محاولة تجديد هي بمثابة تجميل لفساد المنهج السياسي سواء بمسميات من قبيل حكومة أغلبية يروج لها الصدر أو محاصصة بنكهة جديدة يسعى لها الإطار التنسيقي ما أعطي أكبر من حجمه وحقيقته كما يرى مراقبون هو ملف النواب المستقلين والتعويل عليهم في إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة وخصوصا بعد أن أصبحوا نقطة تجاذب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي فهذا يدعوهم لمشروع حكومة الأغلبية وذاك يدعوهم إلى اختيار مرشح لرئاسة الحكومة يكون في صفه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد دعا من سماهم النواب المستقلين إلى السعي من أجل إنهاء الأزمة السياسية خلال 15 يوما لكن النواب وإن سموا بالمستقلين إلا أن أغلبهم كانوا مرشحين عن نفس توجهات الأحزاب المستحوذة على السلطة كما أن توجهاتهم الفكرية والسياسية مختلفة وكل ما يمكن أن يؤدوه هو الميل إلى الطرف الذي يحقق مصلحتهم السياسية والمالية ويعطيهم أسهما في مزاد بيع المناصب بيئة الفساد جعلت معايير المصالح الشخصية تغيب القيمة الوطنية التي تستدعى فقط من أجل إيهام الشارع بوجود حياة سياسية وطنية بينما آلة الفساد والاستبداد مستمرة في تدمير البلاد ترجمة نانسي قنقر